موسيقى زي ما حضرتكم تتابعون الآن هذه هي المساعدات وشحنات المصرية المنتظرة أمام معبر رفح في العريش. الحقيقة بطول المساعدات المصرية اللي فيها كل المساعدات لأهلين في غزة من الغذاء والدواء وأيضا كل المستلزمات التي يحتاج إليها أهلنا في غزة. هذه الشحنات يعني الواقفة منذ أيام طويلة تنتظر فتح معبر رفح ونتمنى أن يتم الفتح من خلال الساعات القليلة القادمة بإذن الله. طول هذه المساعدات المصرية الجميع على قلب رجل واحد مصر أعدت هذه المساعدات من خلال التحالف الوطني الأهلي التنموي وهذه المساعدات كلها من قلب مصر وإلى أهلينا في غزة. نتمنى أن الجهود المصرية والدبلوماسية المصرية وأيضا صوت الرئيس السيسي وكل القمم الثنائية التي جاءت إلى مصر وكل الكلمات من أجل فتح المعبر وأيضا فتح الباب أمام المساعدات لتصل إلى أهلينا في غزة. فزي ما حضراتكم شايفين نحن نتابع مع حضراتكم هذه المساعدات وكل الحقيقة متوقف ومستعد للحظة فتح المعبر ودخول المساعدات. نتمنى أن تصل إلى أهلينا في غزة ويتم فتح المعبر من خلال الساعات القليلة القادمة. هذا الموقف كله موجود والمشاهد من أمام معبر رفح في مدينة رفح المصرية. وطبعا زي ما انتم شايفين يعني أنا الحقيقة ساعت أقلب ما بين المحطات الأوروبية والمحطات الأمريكية بس عشان أشوف هذا المشهد وقوف المساعدات من أجل أهلينا ولكن الحقيقة ما بشوفش المشهد ده كتير. يمكن يعني زي ما ضيفي في الفقرة السابقة قال أنه بدأ يبقى فيه شيء من الطفيف من التحسن بأنه ناس بدأت يمكن تقول لابد من وصول المساعدات ولكن في الحقيقة نحن أمام إعلام غربي يقلب كل الحقائق ومفبرك وإعلام غربي لا يعترف بالحقيقة أبدا. زي ما ذكرت كمان لحضراتكم في البداية حتى بدأ يبقى فيه بوسترز أو صور أو تعليقات تقول أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط بين فلسطين وحماس واختفت كلمة القضايا الفلسطينية واختفت كلمة الأرض المحتلة وكأن هذا يعني ذهب مع الريح في التاريخ الماضي ترجمة نانسي قنقر